استقبل الشيخ خليفة بن طحنون الانهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء اليوم في وحات الكرامة فخامة كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة حيث رافقه خلال الزيارة حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس ومعالي مريم بن محمد المهيري وزيرة تغير المناخ والبية ولدى وصول فخامة وحات الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون الانهيان مراسم حارس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيدة الذي يتكون من واحد وثلاثين لوحا يستند كل منها على الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال وتجول فخامته في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة وفي ختام الجولة سجل رئيس جمهورية رومانيا كلمة في سجل الزوارة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر